السلام عليكم حرية الصحافة عند الناس دي تعرفها التحريض على الدولة ودعم الكينات الإرهابية لضد الدولة تخيل تكون عايش في منطقة ملتهبة زي الشرق الأوسط وتسمح بوجود هيئات صحفية بتدعم الإخوان ولا جماعات الجهاد التكفيرية وبتدافع عنهم كمان تحت بند حرية التعبير يا فرحتي بحرية التعبير وانت حرفيا عندك مفرخ الدواعش في هيئة جورنان أو موقع إلكتروني أما بالنسبة لفكرة الأقليات ففي الغالب الأقليات اللي بتكلموا عنها دي هم الشوازو بس خاصة لو الموضوع ده بيتموا مناقشته على دوتش فيلا في برنامج محدد مش هقول اسمه علشان ربنا بس ما يحسبنيش بزنب اللي هيدور عليه ويتفرج عليه لكن نادرا لما بيتكلموا عن الأقليات العرقية المضطهدة بالفعل زي مثلا الأكراد في تركيا أو عرب الأحواز اللي إيران محتلة بلدهم من سنين طويلة ولا السادة العاملين في بي بي سي ودوتش فيلا رأيهم إيه في الموضوع ده؟ طيب إيه رأيك في اللي بيسجن ويقتل الصحفيين؟ على أساس عرقي لا هو مش بيقتلهم على أساس سياسي ركز أنا قلت إيه أنا قلت على أساس عرقي وأنا قصدها تخيل نفسك صحفي كردي عايش في حالك وبتكتب رأيك عادي جدا في حدود الأداب العامة وفي حدود القانون وتاني يوم تلاقي نفسك في السجن بتتعذب وممكن تتقتل مش علشان رأيك اللي انت قلته لا ولكن علشان عرقك علشان هويتك علشان اسمك وعيتك مش على مزاج رئيس الدولة ساعتها رد فعلك هيكون إيه؟ هتغضب والصور صح؟ هو ده بالضبط اللي حصل مع الصحفيين الأكراد في تركيا طيب هي ايه بقى الحكاية بالضبط؟ بص يا سيدي في نص شهر أكتوبر الحالي أصدر أردوران خليفة الدعارة قانون بيعاقب الصحفيين بالسجن 3 سنين لو نشروا أخبار كاذبة بس القانون ده متفصل على فئة واحدة بس من الصحفيين الأترق وهم الأكراد أو اللي من أصول كردية وطبعا حضراتكم عارفين الخلافات العميقة ما بين تركيا وما بين الأكراد ودرجة التهميش من الحكومة التركية على مر السنين اللي فاتت دي كلها للعرق الكردي اللي أجبرت الأكراد على اللجوء للمقاومة المسلحة للاستقلال عن تركيا والتأسيس وطنهم وعلى أي حال اللي حصل آخر 15 يوم في تركيا ملوش وصف غير إنه إرهاب طائفي على أساس العرق أردوران وصل لدرجة من الإرهاب غير مسبوقة لدرجة إنه بيعتقل الناس على أساس عرقيتهم مش على أي أسس تانية عارف لو بيعتقلهم مثلا على أساس خلافات سياسية حقولك ماشي وارد وبيحصل في كل مكان في العالم لكن الاعتقلات والقاتل على أساس العرق مش بتحصل غير من الدواعش ومن حكومتين اتنين ما لهمش تالت من حكومة إيران ضد عرب الأحواز ومن حكومة تركيا ضد الأكراد اللي اتنين دول علامات مسجلة في تاريخ إرهاب الدولة واللي ما يعرفش يعني إيه إرهاب الدولة أقول لحضرتك من عناية الاتنين ده مصطلح بيشير لأعمال الإرهاب اللي بتقوم بيها الدولة ضد شعبها هي أيها بالزبط زي اللي بيعملوا أردوغان بالزبط كده ضد الأكراد اعتقلات وقتل على الهوية الله عليك يا خليفة ليفها يا ناصير المظلومين في كل بقاع العالم وعلشان نوضح الموضوع أكتر تم اعتقال عشرات الصحفيين الأكراد يوم الثلاثة اللي فات في ست مقاطعات تركية كلام ده بعد أسبوع واحد من تطبيق قانون الصحافة الجديد بتاع أردوغان اللي لسه متكلمين عنه من شوية نشرت نقابة الصحفيين التركية على تويتر بيان رسمي قالت فيه وقف عشرة من زملائنا خلال عمليات دهم في أنقرة وإسطنبول وفان وديار بكر وقرفة ومردين دون تحديد السبب ويعمل الصحفيون الموقفون ومن بينهم أربعة نساء في وكالتين الأنباء ميزوبيوتاميا وجينيوز الوكالتين دون نطئن باسم الأقلية الكردية في تركيا يعني وكالتين كرديتين بنسبة 100% ودي مش أول مرة أردوغاني يستهدف الأكراد السنة لأن في نهاية شهر يونيو 20-22 تم أتقال 16 صحفي كردي بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية في ديار بكر الواقعة في جنوب شرق تركيا واللي طبعا بتسكنها أغلبية كردية لكن يا طرى ليه كلاب العثمالي ومطاريد اسطنبول مش بيدفعوا عن حرية الصحافة في تركيا علما بأن تركيا احتلت المرتبة 149 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة 20-22 وده اللي نشرتهم منظمة مراسلين بلا حدود وعلى فكرة السعودية تصنيفها 166 ومصر 168 يعني إحنا وتركيا تقريبا في نفس التصنيف بس كلاب أردوغان بينباحوا علينا إحنا وفي المقابل أردوغان بيقتل الصحفيين حرفيا ويارد بيقتلهم علشان كلاب سياسي مع أن دي جريمة طبعا وأنا برفضها وبرفض أي إساءة للصحفيين وبرفض اعتقال الصحفيين بدون أحكام قضائية منطقية وعدلة وهو بقولها من قلب مصر أنا ضد أي اضطهاد للصحفيين والإعلاميين علشان بس الخرفان أكيد حتقولي ما أنت ما تقدرش تتكلم عن أوضاع الصحافة في مصر يا خروف يا ابن الخروف لما أنا عملت حلقات طويلة عريضة عن فضايح مدوية لبعض الوزرات والوزراء في مصر ولسه هعمل تاني وتالت ورابع بالمناسبة مفيش حد عمال لي حاجة ولا أكلمني ولا هددني ولا مس شعره من راسي لإني بشوف شغلي وبرطي وبحلل الأخبار وبقول الحق من غير كذب ولا تدليس لإني دي واجبات الإعلام البديهية يا مغيب ولكن روح أنت بقى تشطر كده وورينا نفسك مع أردوغان اللي بيقتل الصحفيين علشان هم أكرادوا بس مش لأي سبب تاني منطقي أنا راضي ضميرك مع أني أشك أصلا أنك عندك ضمير هل في إرهاب أوسخ من كده؟ ياريت تقولولي في التعليقات هل من حق الشعب الكردي في تركيا أنه يفور على الظلم والإرهاب اللي بيمارسوا أردوغان ضدهم؟ وإزاي إحنا كدول عربية نقدر ندعم الثورة الكردية لو حصلت؟ أراكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته